اشتركوا في القناة في بداية الحلقة خلينا نقول حاجة مهمة ان احنا عندنا نوعين رئيسيين من الكروت اللي احنا ممكن نستخدمهم عن طريق الشراء على شبكة المعلومات الدولية او الانترنت من مواقع التسوق او مواقع مقدمي الخدمات الكارت الاول هو كارت الخصم اللي بيخصب من حسابك البنكي مباشرة بس لازم يكون فيه رصيد كافي للعملية اللي انت بتقوم بها يعني لو انت بتعمل مسلا عملية عن طريق شراء سلعة معينة اونلاين ب 1200 جنيه لازم يكون رصيدك في كارت الخصم كافي لاتمام العملية والنوع التاني من انواع الكروت هو كارت الاعتمان اللي بيبقى فيه حد اعتماني معين سواء مثلا بيبقى 5000 جنيه 10000 جنيه على حسب الطريقة اللي انت بتتعامل مع البنك او الضمانات اللي انت مقدمها سواء ضمانات هو المرتب بتاعك او ضمانات ودايع وشهادات استثمار او شهادات الدخار موجودة في البنك اللي انت بتتعامل معاه انت خلاص معك كارت الاعتمان او كارت الخصم لازم بتقدم على خدمة حاجة اسمها الOTP او الone time password الone time password دي بتبقى خدمة كود معين من 6 ارقام وبيتبعت على رقم الموبايل اللي مع حضرتك وانت بتعمل عملية المشتريات من السلع والخدمات لازم اه فرع البنك اللي انت بتتعامل معاه بتتأكد ان انت مسجل رقم الموبايل اللي انت بتستخدمه عن طريق اه الشراء على الانترنت وفي نفس الوقت تتبقى مقدم على خدمة الOTP او الكود الامن اه سواء الشركات المهمة اللي بتقدم اه انواع الكروت اللي موجودة في العالم كله اه طبعا عندها ان بعد ما بتبتدي تعمل عملية الشراء اونلاين بيبتدي تمشي في الخطوات يعني انت بتحدد المنتج اللي انت عايز تشتريه عن طريق موقع التسوق الامن اللي بتلاقي رمز الافل موجود فيه اه عنوان شريط العنوان اللي موجود فيه البراوزر او المتصفح الانترنت لازم تتأكد ان ده موقع امن وانت بتعمل عملية المشتريات وفي نفس الوقت بتحدد السلع اللي انت عايزها وبتبتدي تعمل التشيك اوت او اه اتمام عملية الشراء وبتمشي في الخطوات لحد ما بتوصل ليه الاماونت المفروض اللي بتدفعه او الرقم النهائي للعملية يعني مثلا لو احنا بنشتري المشتريات ب1500 جنيه وبعد كده بتحط بيانات كرت الاقتمان بيبقى الاسم بتاعك او رقم كرت الاقتمان والرقم التأمين اللي هو بيبقى موجود على ظهر الكرت اللي بيبقى مكون من ثلاث ارقام وبعد كده بتضغط على اتمام عملية الشراء في نفس اللحظة دي بيتبعت على الموبايل المسجل عن سيستم البنك الموبايل اللي مع حضرتك بيوصلك عليه الوتي بي او الوان تايم باسورد خدمة الكود الامن بيوصلك ست ارقام الست ارقام بتحطهم على الانترنت لانه لازم يتأكد ان الموبايل ده هو صاحب كرت الاقتمان اللي موجود او كرت القسم اللي موجود معاه هو اللي بيتم عملية الشراء وهو اللي معاه الموبايل وهو اللي بيحط الكود الامن او الوان تايم باسورد اللي بيتم بيه عملية الشراء بيحط الكود اللي هما ست ارقام بعد كده بتضغط على عملية اتمام عملية المدفوعات نفسها وبتوصلك رسالة اسم اسم على الموبايل اللي انت مسجله مع البنك بيه اتمام العملية بتبقى الرقم اللي انت اتخصم منك مباشرة سواء من كارت الخصم او اللي اتقصم من كارت الاقتمان بتوصل رسالة عن طريق الموبايل اللي مع حضرتك ومسجله على سيستم البانك لازم تتأكد ان انت مقدم على خدمة الكود الامن او الوتي بي عن طريق ممكن تكلم الكول سنتر تتأكد ان الخدمة دي مفاعلة لو فيها اي مشكلة بتخلي برضو الكول سنتر بيتدي يقدم شكوى وطلب ليه ان هي تتفعل وبعد كده بتتأكد ان الموبايل اللي انت بتستخدمه بشكل مستمر في اتمام المدفوعات هو نفس رقم الموبايل اللي بيوصل عليه خدمة الوتي بي او الكود الامن حلقات الاقتصاد بمساطة بتأتيكم كل يوم حد وثلاث على منصات التواصل الاجتماعي اتبصى بمساطة اليوم السابع كان معكم احمد يعقوب الى لقاء في حلقات قادمة